هذا وعرض عدد من قيادات المحور الوطني للرئيس التركي رجب طيب أردوغان رؤية التحالف لبناء علاقات خارجية للعراق مع جواره الإقليمي مؤكدين على أهمية التفاعل التركي مع عمار المناطق المدمرة ودعم الاستقرار فيها وقال القيادي في المحور الوطني جمال الكربولي إن التحالف يسعى لبناء علاقات إيجابية مع دول الجوار أساسها المصالح المشتركة والدعم المتبادل بما يخدم مصطحة العراق وجواره الإقليمي مبينا أن المحور الوطني يتطلع لدور تركي فاعل لتعزيز دعمه للعراق في المرحلة المقبلة من جانبه أكد القيادي في المحور الوطني أحمد عبدالله الجبوري للرئيس التركي حاجة المحافظات المحررة لجهود تركيا في دعم الاعمار والاستقرار خلال هذه المرحلة مؤكدا أن أمام تركيا فرصة استثمارية كبيرة عبر زج كبرى شركاتها لإعمار المدن التي دمرت وشرد أهلها بفعل المعارك والإرهاب